يعني العلاقات الجزائرية الإماراتية للأسف بعد وفاة الرئيس بودفريقة تغيرت نوعاً ما وبكل صراحة تغيرت نحو الأحسن لماذا؟ لأنه في عهد حكم المرحوم بودفريقة وقائد الجيش القيد صالح كانت بكل صراحة كانت العلاقات نوعاً ما غير متكافية كان فيه تشوكير يعني سيطرة إماراتية وتنفذ غير متكافي يعني دخلوا في شؤوننا الاستثمارات يأخذوا مشاريع مهمة وكبرى في الجزائر والجزائرين بصراحة مكانش موش هناكين البثل مكانش دركها يعني أوكي خلينا نسأل يعني كان فيه أمر غير مقبول بعد 2020 في عهد الرئيس تبون تغيرت المعطيات تغيرت المعطيات والتعامل أصبح مختلف عن ما كان عليه سابقاً مثل ما حكيت لكم يعني كاين مثلاً المشاريع اللي كانت مشاريع وهمية طمعون الإماراتين سنبني وسنقيم وكذاك لا ظهرت بالخرطي تبون قلم حبس وخلاص لو كانت تديني أنا أراضي وتديني مشاريع وتديني مش عارفنا يا أراضي صناعية وفلاحية وموانئ وكذا وكذا وما تستثمرش تديني قروض وتديني ما تدينيه ولو حبس ما نقبلش وهذا قرار إيجابي قرار حكيم نعم وهذا القرار لم ولن يعجب شيوخ الإمارات هذا الشيء منطقي ولكن لازم نحلو المشكل دبلوماسيا حلو المشكل بالعقل بالملاحة ما نخرجش للعيب لأنه كي نخرج للعيب ليس من مصلحتي أنا كجزائري ليس من مصلحتي الدخول في سراع أو في نزاع مع الإخوة في الإمارات ليس من مصلحتنا لأن الظروف لا تسمح بصراحة الظروف لا تسمح لفتح جبهات جديدة يكفينا جبهة المغرب وجبهة اتحاد أوروبي سراعنا مع إسبانيا ومع فرنسا خلونا نحلو مشكلنا هذا وهم بعد نفتحوا جبهات أخرى لأنه إحنا تشتتنا الآن لدرجة أولى حكومة النيجر شكر على الجزائر وزير خالجية النيجر يستدعي السفير الجزائري ويغسلو وزير خالجية مالي يستدعي السفير الجزائري ويغسلو في وقت اللي كانت الحكومة المالية والحكومة النيجرية ما يديروش خطوة ما يتخذوش قرار دون استشارة الإدارة الجزائرية أو المسؤولين الجزائرين نعم في السنوات الماضية هذه بصراحة لازم يفهموها ويعرفوها الجزائريين في السنوات الماضية قائد الناحية العسكرية السادسة كان يستشار في كل كبيرة وصغيرة في النيجر ومالي عكام النيجر ومالي ما يوصلوش لتزير يوصلوا لتمرست برك قائد الناحية كماندون سيكتور ولا كماندون ولا شيف دريجون في تمرست قائد الناحية ولا قائد القطاع العسكري في تمرست كان يجوش شاوروه يجوش شاوروه نعم 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 يجوش شاوروه في اتخاذ قرارات ويدمون عنده نصائح لأنه كانت الدولة دولة مخابرات مخابرات سكورات سكورات قيادة قيادة الآن يا صاحبي وزير الخارجية يستدعي السفير الجزائري الذي يمثل الدولة ويمثل الرئيس يستدعيه ويحتج ويشرشحوه ويهضر من واش هذه هذه عوامل كثيرة من بينها تشكك إمارات قالوا روحوا ليهضر معاك أنا معاك ليهضر معاك أنا نحنا معاك دز معاهم خصك المال أنا معاك خصك المرتزيق نعطوك خصك المشاريع نعطوك مهم بينا من العين الحمرة وإذا استمرنا في هذا التعنت رايحين بصراحة ندخلوا في حيات بلاندي إذا نصيحتي تريث 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 نرجع لمنشور اللي قلت أنت أي تعليل لي يحدث أن تحقق الترحية أن تحقق الترحية الأحلام لكن الغالب أن الحسابة الدقيقة هي التي تنجح المخطط أو تنجح الخطط المحكمة ويعيش الضعفة بالأحلام والأقوية بالخطط هنا يتكلم على الناس اللي حلموا لأنه فور التحرير صرات بترحيات وفترة الخمسينات والستينات تختلف عن فترة التكنولوجيا الآن الجزائر تحررت بفضل ترحيات جسام لشباب متهورين نعم لأنه هذا الكلام قاله شيخ بن باديس والشيوخ جمعية علماء المسلمين اللي كانوا حكماء كانوا حكماء لما راحوا ليهم بعض المجاهدين من بينهم المرحوم الرئيس بوذياف قالوا يوضي هذا اللعب الذر هذا كيف أنتم ربعة من الناس رحوا تتواجهوا قوة استعمارية كبيرة وهذا اللعب الذر خلونا من هذا ولكن إرادة الأبطال إرادة يعني كم يقولك الناس هذه المتهورين حققت معجزة ولكن ليس بالحلم بل بالتضحية ضحاو ما كانوا شي حلموا ضحاو من أجل أن تتحرر الجزار إذن الأهداف تحقق بالنضال بالتضحية وليس بالأحلام أو بالتخطيط تخيلوا إحنا لو كان عدنا في الجزائر في بداية الثورة في الخمسينات لو كان كان عدنا معاهد دراسات استراتيجية وعدنا خطط وعدنا قواقع يعني قيادة أركان وعدنا كذا ما كناش نضيعوا ما كناش نضيعوا ويراني مباشر ما كناش نضيعوا سبع سنوات في مواجهة الاستعمال الفرنسي وكان كان عدنا مكاتب دراسات ومعاهد وخطط محكمة ممكن سنة سنتين ضربات موجعة ودقيقة نحقوا الهدف وننال الاستقلال في 1956 و57 لكننا لم نكن نملك هذه المعاهد وهذه الكوادر وهذه الخطط كان عدنا التضحية فقط وضحينا بمليون ونصف مليون شهيد خلال سبع سنوات والحمد لله الجزائر استقلت الآن نملك خطط ونملك إمكانية مراكز دراسات ونملك تكنولوجيا ونملك كوادر بشرية ل رسم مستقبل الجزائر لرسم خطط تبني الجزائر وتقرأ المستقبل بأسلوب علمي سياسياً وقتصادياً على الدراسات وتخطيط السؤال المطروح هل بالفعل حكامنا في الجزائر أعطوا أولوية لهذه المراكز لها مراكز الدراسات الاستراتيجية والتخطيط للمستقبل لأنه بكل صراحة بكل صراحة لو الدولة الجزائرية أيام بودفريقة الله يرحمه وليس فقط تبون أيام بودفريقة وحتى تبون لو أعطوا أهمية لمراكز ومعاهد الدراسات السياسية الاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية ما نورنش في هذه المشاكل لأنه لو كان أعطاه الخبز الخباز خبراء العلوم السياسية والعلاقات الدولية يقول لهم كل يعني كم يقولك خلية يدروا خلايا خلايا نحل قال مكتب الدراسات أو معهد الدراسات الاستراتيجية قال جيب لي عشر ذكاتر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية أعطيهم ملف النيجر جيب لي عشر أخرين أعطيهم ملف مالي جيب لي عشر أخرين أعطيهم ملف في المغرب جيب لي عشر أخرين أعطيهم ملف في إسبانيا أدرسوا أنت ترك متخصص في النيجر حوص لي الحل مع النيجر ما هو يلقوا حلول يلقوا حلول ما نوصلوش النتيجة تافيها مثل هذه وزير خارجية النيجر يستدعي السفير الجزائري ويبهد له ما نوصلو لهاش لأن الخبراء والدكاترة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وجدوا حل للخروج من الأزمة بأقل الخسائر والتكاليف وأقل وقت ما نوصلوش لهذه النتيجة خبراء في الملف المالي في ملفات في الملف الاقتصادي جيب لي عشر ولا عشرين خبير دكتور في مركز دراسات استراتيجية قال شوف لي الحل للخروج من الأزمة أو للخروج من الطلب المتزايد على الحبوب ومشتقاتها على اللحوم على كذا شوف لي دلوا لي دراسة للمدى البعيد دراسات استراتيجية لكن احنا لأسف شديد تجيب واحد تعطينه مشروع وتقوله انترك وزير الصناعات الصغيرة المتوسطة هو كالرئيس جمعية في حي من أحياء ستيف